يعني كيف الإسلام الذي وحد الأمة وكان رمز عزتها يصبح أساساً في الإشكالات العامة التي أفضت إلى الدماء يعني كيف تحول الإسلام من المدلول الإيجابي إلى مدلول سلبي على قاعدة الفهم الخاطئ لهذا الإسلام يعني هل الإسلام صار مشكلة للعالم الإسلامي اليوم؟ مشكلة للمسلمين أحسنت نعم هو مشكلة لأمته اليوم يعني الأمة الآن تتقسم وتتذابح باسم الإسلام باسم النصوص باسم كلام الفقهاء باسم العلماء باسم الكتب الصفراء والحمراء هذا هو الواقع هذا هو الواقع حقيقة يعني حتى أكون أكثر تحديدا يعني الآن مثلاً الكل يتكلم عن داعش اليوم يوم داعش كما يقول ساعة داعش الكل يتكلم عن داعش أنا أقول دائماً الإخواني في المجالس الخاصة أقول لهم الوضع أكثر حرجة مما تظنون كيف؟ أقول لهم مثلاً داعش حين تأتي وتستبيح الأزيديين مثلاً فإنها تستند إلى موروث فقهي إلى موروث فقهي هذا الموروث الذي تجلى في قول بعض الأئمة لا يجوز عقد الذمة لغير الكتابي فقط اليهودي والنصراني وألحق بهم المجوز بالتبع كما في الأحاديث هؤلاء ليسوا من أهل الكتاب إذن لا سبيل أمامهم إلا الدخول في الإسلام أو السيف هذا موروث فقهي ما لم يتعدل هذا فداعش ترى لها مثلاً ذريعة داعش تستبيح مثلاً الشيعة وتقول هؤلاء روافط وكفر ومرتدون لماذا؟ في الموروث الإسلامي السني هناك فتاوى كثيرة تستبيح الشيعة وتكثرهم إذن داعش لديها ما تستند لي داعش ترى أن الجهاد مهمة عدوانية كل من هو غير مسلم يجب أن نبدأه بالقتال لنخضعه لسلطة الإسلام وبعد ذلك نأتي إلى مثل هذه الأحكام التفصيلية فإن كان كتابياً عقدنا له الذمة وقبلنا الجزء وكففنا عنه وإلا استبحناه بالسيف هذا موروث فقهي إسلامي لا يزال إلى الآن يدرس في الجامعات ما لم نصحح هذه الأشياء بجراءة حقيقة دكتور يحيى يزعجني أنا من علمائنا حقيقة أنهم مجاملون طبعاً أتحدث عن المجموع ليس أعمل كل لكن إيه إجمالاً هكذا هناك استثناءات مضيئة لكنها قليلة العلماء مجاملون العلماء غير جادين في وضع أصابعهم كما يقال على مكمن الداء والقول هذا ظلام وهذا نور هذا حق وهذا باطل هذا غالط وهذا صحيح يمجمجون دائماً ويترددون ولا أدري طبعاً هناك العصبيات أعلم هناك الطائفيات هناك المذهبيات هناك التوظيف السياسي للديني هذا على فكرة أحد يعني مكام داء هذه الأمة عبر التاريخ في السياق الأوروبي في السياق الأوروبي لقرون طويلة إلى مطلع العصر الحديث كان الشأن الزمني كما يقال أو الشأن العام كان يعني مستباحاً من جهة الجانب الروحي السلطة الروحي ملك نيسة في العالم الإسلامي القضية كانت معكوسة تماماً الديني كان مرتهناً للسياسي كان مستباحاً كان موظفاً للسياسي ولا يزال أنا أقول لك تقريباً معظم ما نشاهده اليوم تقف وراءه السياسة هناك سياسة نعم هناك سياسة لكن ليست السياسة واحدة لماذا؟ لأن هذه السياسة كانت ستخفق وستفشل حتماً لو لم يمهد هذا الفكر الديني البائس الفكر الديني المتزمد المتطرف المتعصب الجامد المنغلق العدواني هو الذي مهد بنفسه لنفسه أن يستخدم أداة للسياسة ترجمة نانسي قنقر